تعال يا لكسون. عايز. لكسون من فاعل جامد خالص. اهدى شوية. اهدى شوية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين اهلا وسهلا بكل متوبيعي القناة. طبعا احنا كنا عرضنا القرمب دي للبيع. وزي ما انت شايفين اه وجهي عليه حالة من انا مرهق فعليا. لان انا فعليا بقالي يومين ما نمتش. تقريبا يومين كاملين ما نمتش. امبارح اه انا عاوز اقول ان عدد الاتصالات اللي جاتلي عالواتس وعالتليفون وعالماسينجر يمكن اكبر من عدد الارانب الموجودة في المحمودية كلها. الناس كلها عاوز ارانب وده الاسباب. وحصلت مفاجأة بالنسبة للارانب دي خير بازن الله. الفيديو النهاردة هنتكلم في عن الارانب وعن الخير تابعوا الفيديو للنهاية. بعد ما عرضت الارانب بتاعتي للبيع. وكان الهدف من بيحة اساسا هو نشر السلالة المميزة. للانب دي فعلا سلالة مميزة. بتكلم سلالة مميزة هنا مش من حس الحجم ونسبة التحويل. ولكن بقول انها سلالة مميزة بالنسبة لمقاومة الامراض. مقاومة الامراض عامل هم جدا وحاسم في تربية الارانب. لان الامراض الارانب امراض فتكة جدا وقوية جدا بتقضي على القضيع بالكامل. ومن الصعب علاجها لان الارنب قد لا يقضي ما بيديش مؤشرات انه مريض وبيموت فجأة. والمرض بينتقل في الارانب بسرعة كبيرة جدا وذلك نتيجة ان هم محبوسين كلهم في اماكن ضيقة وكلهم في عنبر واحد. فالمرض بينتشر في العنبر كل مرة واحدة. وغالما بتبقى امراض فيروسية امراض فيروسية فتكة. والارنب يعني مقاومته الامراض ضعيفة جدا. ولكن الارنب بتاعتنا والحمد الله رب العالمين مقاومتها الامراض قوية تتحمل التربية الارضية وذلك بسبب نوع التربية ونوع التغذية. طبعا لما اعرضت الارانب للبيع جالت اتصالات كترة جدا. من المحمودية ومن القاهرة. يعني مغزم الاتصالات جالت لمن القاهرة وجالي من السويس وجالي من الصعيد. وكلهم عزين الارانب. وفي ناس قالت احنا نجي لك من القاهرة يا باب عبد الرحمن يشرفوا ينوروا على راسي وكل حاجة. ولكن حصلت مفاجأة بالنسبة للارانب. انا مبرح لحد الساعة واحدة بالليل وانا برد على الواطس. يعني انا مسك التليفون. ام عبد الرحمن مسك التليفون. وانا مسك الواطس وعمل ارد على الناس. احنا طبعا كنا عرضنا الارنب بسعر مناسب جدا. مناسب لي ومناسب للمشترى مش هقوله. ولكن الساعة واحدة بالليل جالي اتصال من السعودية. وفي الحقيقة يعني انا كان الساعة واحدة بالليلدي انا كنت خلاص يعني كنت تعبان جدا ومرهق جدا. وبدأت بقى من كتر التعب اضحك. يعني بدأت كنت من كتر الاجهاد والتعب مش قادر اقفل مع الناس وما اردش عليها. فجالي اتصال من السعودية بيقول لي انا ياب عبد الرحمن عاوز الارانب. فانا بصراحة ضحكت يعني قلت له ده انا يعني ازا كنت انا بيجي لي اتصالهم من القاهرة ومن السويس ومن الاسمعالية ومن برسعيد ومن اسيود بيقول لي احنا عاوزين الارانب ياب عبد الرحمن ووصلهم لنا. وانا مش قادرة وحوصلهم للسعودية ازاي. قال لي مالكش دعوه. انا هتصرف. اه انا عاوز الارانب. وعاوزهم كلهم. قلت له ما فيش مشكلة. خلاص ما ما عندش اي مشاكل. هتبحهم بكام. اديته نفس السعر اللي انا اتفقت به. مع اخوات المصريين. ومش هقول السعر اللي هو يعني الاسعار هتختلف. يعني الفيديو ده طبعا هيستمر معناه مضو طويلة والاسعار بتختلف. قد تقلل الاسعار وقد تزيد. ولكن في الحقيقة وبكل امان اديته السعر عادل جدا للارانب بتاعته. قال لي خلاص. اتفقنا انا هشترون كلهم. اه ما فيش مشكلة. قلت له ما فيش مشكلة. المشكلة بس عندي يعني حاجة واحدة بس. انا مش عارف ووصل الارانب دية لبلد جنبي. اووصلها لدولة جنبي ازاي. قال لي انا هتفق معك اتفاق. قلت له انا انا هشترون كل الارانب. وكل الارانب تطلع لوجه الله سبحانه وتعالى للفقراء المسلمين. اه صدق. انا بصراحة يعني انا طبعا اتأثرت جدا وحسيت فعلا يعني سبحانه الله لطوله خلاص يعني ما انا لا استطيع ان اتكلم كلمة واحدة بعد اللي انت قلته. قال له كل اللي انا بتطلع صدقة للمسلمين. وهنا اعتبرها صدقة جارية. لان الارانب انت هتديها للاخوة اللي هم محتاجين. اه كتربية. في الحقيقة انا عاوز اقول يعني عاوز اقول ربنا باركله. ربنا يكرمه. وفي مفاجأة كمان جاية كمان. اه يعني كون واحد من الفقراء. فانا يعني يعني ياخد الارانب كنوع من الصدقات ده شيء كويس جدا. ولكن الارانب للتربية. يعني الارانب دي للتربية. فالفائل لو خدها للتربية. وانتج منها في بيته. واسعار الاعلاف بتاعتها رخصة جدا. هيكون لدخل في البيت. وهيكون له رصيد يقدر يوكل لأولاده لحم منظف جدا. وعالق القيمة الغذائية. وده باذن الله هي دي الصدقة الجارية الصحيحة. اللي احنا محتاجينها في الوقت دي. يعني انا النهاردة لو دبحت الارانب ودتهلو لحم حياكلو. ويوم وخلص. ولكن لو خد الارنب كذكر وانسة وقام بتربيتهم. في الحقيقة هيستفيد بيهم فترة طويلة جدا. وهيبقى يمكن بعد كده يبقى مشروع انتاجي يقدر يدرلو يدرلو دخل يستفيد بيه. المفاجئة بالاكبر قال لي الارانب دي هتستنى لحد رمضان تكلفة اكلهم كام. يعني يعني شوفوا يعني انا عاوز اقول لكم شوفوا قد ايه الادب والاحترام بتاع اخواتنا اخواتنا المسلمين واخواتنا العرب والحقيقة زي رسول ما قال الخير في وفق امتي اليوم الدين. وانا في الحقيقة قلت له التكلفة كذا اللي خلاص تم والفلوس بازن الله توصلك والارانب دي كلها اه تعتبر مباعة والحمد لله رب العالمين وانا سعيد جدا وفرحان جدا وامه عبد الرحمن هي من ستتولى توزيح هذه الحيوانات على اخواتنا المحتاجين. وربنا سبحانه وتعالى اه يجعله في مزان حسناته وندعو له بكل خير وبمناسبة ندعو له بكل خير اه نعاوز ادعو لاختي الغالية اه صاحبة قناة اه ماما فافي بالشفاء لانها في حالة حرجة وانا بحاول اتصل بابا لفترة مش عارف اتصل بيها مش عارف اتواصل معاها مش عارف اتطمن عليها وابدعو لكل اخواتي اه في سوريا وفي لبنان ربنا سبحانه وتعالى يفك قربهم وازمتهم لان الازمة هناك شديدة جدا وبدعو لكل اخواتي متابعي القناة وغير متابعي القناة اه المرضى والمصابين في الزلزال او في الامراض المختلفة بالشفاء العاجل والله العظيم نحن ندعو لكم بكل خير وعاوز اقول انا يعني بصراحة سعيد جدا وحبت اشاركم الفرحة لان سبحان الله ما جاتش في ذهني هذه الفكرة اللي هي فكرة ان الارانب تبقى صدقة جارية يستفيد بها الفقراء بدل ما انا اديهم مثلا مبلغ من المال او اديهم الارنب نفسه او اللحم نفسه لا بديهم السلالة القوية المنتجة اللي يقدروا ينتجوا بيها في بيتهم وتكون لهم عون على هذه الحياة اكرر شكري لاخوية الغالي الحبيب من المملكة العربية السعودية الذي قام بهذه المبادرة ربنا اجعلها في مزان حسناتك ويجعلها باذن الله صدقة جارية تنفعك في الدنيا والاخرة وتمنى من كل متابعي القناة يعني اللي يقدر يعمل خير يا جماعة يعمله في هذه الايام لان فعلا الناس كلها محتاجة عمل الخير ويعني عاوز اقول لكم ايه عاوز اقول لكم يعني ربنا الاول سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وندعو الله سبحانه وتعالى ان يفك الكرب وده كان فيديو قصير حبيت اشاركه فيه فرحتي وحبيت اشكر اخوي الغالي الذي لن اذكر اسمه في هذا الفيديو حتى يصله الثواب كاملا ادعو له بكل خير وادعو لنا احنا كمان بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته